بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب المعالي والسعادة بداية نتوجه بشكر للاتحاد الأوروبي على تنظيم هذا المؤتمر السنوي ولكل الجهات المشاركة والفاعلة على الجهود المبذولة والاستجابة للاحتياجات الإنسانية للشعب السوري الشقيق على مدار السنوات الماضية يأتي مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة وقد مر على الأزمة السورية 13 عاما ملايين من اللاجئين في الخارج وملايين من النازحين في الداخل وشتات وانقسامات واقتسام وأوضاع اقتصادية وأمنية في غاية القسوة وعلى الرغم من اجتماعنا جميعا اليوم للسنة الثامنة وعلى الرغم من أهمية بل وضرورة استمرار هذا الاجتماع وكل الجهود التي تستهدف حشد الدعم المالي وحتى المانحين على الاستمرار إلا أننا أيضا يجب أن نواجه الحقائق وأن نقولها هناك تكريس دولي وإقليمي لواقع التهجير والانقسام بدأ هذا التكريس منذ سنوات بسياسات كانت محصلتها مد أمد الصراع على قاعدة لا غالبة ولا مغلوب ثم استمرت إلى يومنا هذا باستمرار التمترس خلف مواقف شفوية تجاوزها الواقع ثم تحويل المسألة السورية إلى موضوع موسمي دون أن يكون هناك حراك دولي وإقليمي حقيقي وفعال من أجل إيجاد حلول جذرية وعملية حلول غير مضوية تطلق العنانة للخيال للذاكرة بل تعيد ترميم الذاكرة لتعلق القلوب والعقول بالمستقبل لابد لنا جميعا من مقاربات جديدة تعيد لملمة شتات هذا الشعب الكريم العزيز وتقي أجياله القادمة ما بات وللأسف الشديد حتمية سوريا إما التحول إلى مجتمعات من المهاجرين في كل ركر من أركان هذه البسيطة فيفقد ذاكرتهم الوطنية شيئا فشيئا أو إلى نازحين في بلادهم ضمن كنثونات تتنفس من خلال المساعدات ورغبات الدول المانحة يأكلون ويشربون ويعيشون ولكن مع وقف التنفيذ السيد الرئيس سيدات والسادة ليست الأزمة في سوريا رغم قسوتها وخصوصيتها في كثير من جوانبها حالة متفردة لا يمكن قياسها على غيرها فقد مرت المنطقة والعالم بكثير من الصراعات والحروب الأهلية الطاحنة وأثبتت التجارب أن إنهاء هذه الصراعات والحروب الأهلية يتطلب قوة وشجاعة وكثيرا من الصدق من قبل أطراف الصراع ولكن هذا أيضا وإن توفر لن يضمن التسوية السياسية الحاسمة دون توافق إقليمي ودولي بعد أن دولت الأزمة السورية منذ سنوات هل يمكن للمخيال الجماعي أن يتجاوز اللحظة الآنية ليشكل صورة أخرى لمستقبل سوريا صورة يعود فيها اللاجئون إلى وطنهم بأمان ودون تصفية حسابات صورة تحفظ للوطن السوري وحدته وسلامة أراضيه صورة تعاد فيها تدريجيا صياغة العقد الاجتماعي بما يراعي مصلحة الشعب السوري بكل أطيافه وبما يلبي تطلعاته صورة يعاد فيها ترميم الحجر وترميم البشر أيضا أصحاب المعالي السيدات والسادة إلى أن يتم ذلك وفي ظل استمرار ظروف الإنسانية المتدهورة التي يمر بها الشعب السوري الشقيق أعلن اليوم عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 75 مليون دولار تضاف إلى مساهماتها خلال السنوات الماضية وذلك دعما للجهود والتدخلات الإنسانية لصالح الشعب السوري الشقيق آمدين أن يسفر اجتماعنا هذا اليوم عن تقديم تعهدات مالية مناسبة وأن لا يؤثر تعدد الأزمات الإنسانية على تعهداتنا جميعا تجاه سوريا وشعبها شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر